المزيد معنا دكتور طارق حمود مدير مركز العودة الفلسطيني ينضم معنا من لندن أهلا بك معنا دكتور طارق بداية أبدأ معك بهذا الخبر الذي ورد قبل قليل الخبر العاجل الذي يتحدث عن إدارة عملية تجارة البحرية البريطانية قالت إن هناك حريق حريق على متن إحدى السفن قرب باب المندب وكذلك وجهت نصيحة للسفن بتوخي الحذر برأيك كيف ترى أو تتوقع الموقف الأمريكي والبريطاني من ما يجري في باب المندب طبعا واضح أن هناك قلق دولي يشمل ليس فقط إسرائيل وأيضا يشمل الغرب بشكل عام على رأس الولايات المتحدة بريطانيا فرنسا وأيضا دول أوروبية أخرى وربما أعلنت أيضا قبل ذلك عن خطط من أجل التصدي لتهديدات الحوثي فيما يتعلق بمنع السفن المتجهة إلى إسرائيل وحدثت بعض العمليات المتعلقة في صد بعض الهجمات لكن التطور الأخير باعتقادي حتى الآن لم نعرف تفاصيل كبيرة لكن يبدو أنه تطور كبير جدا وقد يترك أثار هذا جزء منه أعتقد مرتبط بالتحذيرات الإيرانية السابقة التي كانت تحذر في كل تصريح تقريبا حول تمدد هذا الصراع إقليبيا وبالتالي باعتقادي أن الحوثيين معنيون بإرسال رسائل واضحة بأن هذا الصراع من الممكن أن يتمدد وأن هناك أيضا جماعات موجودة في الإقليم مستعدة لتمديد هذا الصراع إذا لم يتوقف حجم الجريمة الإسرائيلية الموجودة في قطاع غزة تدفع كثير من الأطراف لعدم القبول بهذا الوضع وضع الصمت الدولي ووضع الصمت الإقليمي على الجريمة يترك آثار كبيرة جدا على لاعبين قد لا يكون جزء من التيار السياسي السائد في الإقليم وكما قلت هذا من الممكن بالفعل أن يتوسع الصراع أكثر من ذلك وواضح أن البحر الأحمر هو الأكثر استعدادا لاستقبال هذا التوسع هذا أيضا ينبثق من مسألة أو من صراع إقليبي آخر بأن هناك محاولة ربما سعودية في الفترة الأخيرة لجعل البحر الأحمر هو قبلة الاستثمار في العالم وبالتالي جزء من الصراع الإقليمي الموجود حول هذه القضية وهذه الجدلية من الممكن أن يدفع باتجاه ضرب المساحة التي تم وعد العالم بها على أنها تكون واحد الاستثمار العالمي من الممكن أن يدفع باتجاه ضغوط أكبر من أجل وقف الحرب كانت إسرائيل تحدث تحديدا عن تحالف دولي على غرار ما حدث في الصومال في 2014 يعني تحالف دولي تحديدا لتأمين الطرق البحرية ونتحدث هنا عن باب المندب الولايات المتحدة من جهتها لا تريد توسيع نطاق الحرب على غزة ليشمل الإقليم بالتالي ماذا نتوقع من سيناريوهات؟ حقيقة قضية التحكم في المعابر البحرية الدولية ليست مسألة صغيرة لا أعتقد بأن المجتمع الدولي وخاصة الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الممكن أن تتساهل في هذا الموضوع لذلك قضية تشكيل تحالف دولي أعتقد أنها مبالغ فيها ليس لأن القضية صغيرة ولا تستحق وإنما بسبب أن الضرف الدولي اليوم لا يسمح بتشكيل تحالفات دولية كما سبق الأزمات الدولية متعددة بشكل كبير لكن من الممكن أن يتم تحالف دولي في نطاق أصغر وهذا القائم اليوم هذا ما تم الإعلان عنه هو تحالف فرنسي بريطاني أمريكي وربما إسرائيلي وقد تنخرط فيه بعض القوى الإقليمية أيضا بعض الدول الإقليمية في هذا الشأن لكن قضية تحالف دولي باعتقادي أن الضرف اليوم لا يسمح بتحالفات دولية وربما نستطيع أن نقول بأن غزة قد طوت صفحة التحالفات الدولية من أجل ضرب فريق معين أو مجموعة معينة أو جهة معينة خاصة بعد حربين أو تحالفين دوليين كبيرين فشلافة شلندريعا في أفغانستان وفي العراق ربما آخر نموذج التحالفات الدولية كان ضد داعش وهذه مسألة باعتقادي مختلفة لأنه قتال داعش كان محل إجماع دولي لا يختلف عليه اثنان بينما الموضوع فيما يتعلق بفلسطين هو اليوم جوهر وصلب الاستخطاب السياسي على مستوى العالم وليس في منطقتنا فحص وحتى على مستوى التحالف الدولي محدود فهو توسيع لنطاق حرب لا تريد توسيعها الولايات المتحدة أنقلك دكتور طارق أيضا إلى تصريحات نائب رئيس الوزراء البريطاني وليفر دودن قال إن القصف المستمر على غزة غير مقبول على الإطلاق وكذلك قال يجب أن يكون هناك وقف إنساني فوري لإطلاق النار على غزة وأيضا في سياق هذه التصريحات لدينا أيضا مواقف أوروبية نبدأ بالموقف البريطاني كيف تقرأه الآن وهل تعده تحولا في الموقف البريطاني سيما وأن بريطانيا أيضا يعني امتنعت عن التصويت في جلسة مجلس الأمن لوقف إطلاق النار كما تعرف باعتقادي لا يوجد أهمية كبيرة جدا للموقف البريطاني دائما ننظر إلى الموقف الأمريكي وستعرف ما هو الموقف البريطاني بريطانيا منذ تقريبا بريكزيت تتبع وهذا جزء من الاستراتيجية الجديدة لبريطانيا تتبع الولايات المتحدة في كافة السياسات السياسات الأمنية السياسات الاقتصادية وغير ذلك وهي جادة بذلك ومنخلطة بهذا الموضوع على أوسع نطاق حتى في مجالات أخرى غير سياسية وبالتالي إذا رأينا بأنه النفس البريطاني أو التون البريطاني قد اختلف خاصة بعد ما بدأت الولايات المتحدة نفسها في تخفيف لهجة الدعم وبدء التحذير من قضية قتل المدنيين والعتب اللطيف على إسرائيل في موضوع الجرائم التي ترتكبها هناك وهذا باعتقادي هو مقدمة لموقف ربما يكون أكثر حزبا في الأسبوع القادمة أو في الأيام القادمة لأن العالم لن يستطيع أن يحتمل أن يغطي هذه الحرب إلى الأبد هذه حرب ستنتهي في يوم من الأيام وعندما تنتهي ستتراكب بعض الضول الكبرى منها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لتبني موقف مناهض الحرب والمطالبة بوقف إطلاق النار حتى لا تقف الحرب في ظل موقف دولي ولكن لماذا لا نره لأنه مؤثرا؟ دكتور طارق عندما يصرح سيد بوريل أن الدمار الحاصل في غزة هو أكبر مما تعرضت له ألمانيا في الحرب العالمية الثانية وكذلك قال لن نقبل تهجير المواطنين من قطاع غزة هذا موقف قوي من خلال هذه التصريحات بالتالي كل هذه المواقف البريطانية والاتحاد الأوروبي لماذا لا تكون مؤثرة في وقف الحرب؟ هو كما قلت هذه المواقف تتأثر بالضغط الموجود في الشارع ومحاولة التعديل هو نحن اليوم نتكلم عن اليوم الستادس وستين من الحرب لا يمكن أن يكون الموقف الذي تم تبنيه في الأيام الأولى هو نفس الموقف اليوم وبالتالي أيضا الموقف هذا سيتعدل وتتطور في الأيام القادمة هذه طبيعة المواقف والتحالفات وطبيعة الدعم لإسرائيل في كل الحروب بالمناسبة وبالتالي نعم متوقع أن يتم تغيير هذا الموقف أو تعديله في سياق معين خاصة مع اقتراب التحمل الدولي إلى نهاياته والآن في تسريبات تقول على أن الولايات المتحدة قد أعطت مهلة لحتى نهاية العام وغير ذلك لكن المؤكد بأن المجتمع الدولي وتحديدا المنظومة الغربية لا تستطيع أن تستمر في غطاء الجريمة إلى الأبد بنفس الموقف ستغطيها في جوانب أخرى في المقابل دكتور طارق لاحظنا أن بنية مجلس الأمن هناك مؤشر على خلل في بنية مجلس الأمن بحيث أنها لا تنتج أي موقف رغم كل هذه المواقف المعارضة الأوروبية يبقى مجلس الأمن المتحكم فيه هو الفيتو الفيتو الأمريكي وبالتالي هنا نتحدث عن هذه المواقف ربما تكون بلا تأثير وربما يستمر الدعم الأمريكي وتستمر الحرب حقيقة هناك تأثير مسألة تكرار اجتماعات مجلس الأمن وتكرار فشل مجلس الأمن والآن هناك كلام على انعقاد الجديد للجمعية العامة للمطالبة بقرار جديد لوقف إطلاق النار أنا باعتقادي مهم لأن تكرار هذا الفشل يوضح عزلة الولايات المتحدة يفضح أكثر وأكثر الموقف المعزول فقط قبل قراءة أن تكون دكتور طارق هنا أنوه إلى هذا الخبر العاجل مكتب التجارة البحر البريطاني يقول تلقينا تقريرا عن كيان من البحرية اليمنية يأمر سفينة بتغيير مسارها إلى ميناء يمني إذن مكتب التجارة البحرية البريطانية يقول تلقينا تقريرا عن كيان من البحرية اليمنية يأمر سفينة بتغيير مسارها إلى ميناء يمني تضحت الصورة دكتور طارق نعم باعتقادي هذا تطور غير عابر قد يستدعي تداعيات في الساعات القادمة أو في الأيام القادمة واضح أن تهديد الملاحة في مضيق باب المندب باعتقادي لن يتم قبوله على مستوى دولي لكن أيضا كما قلت هناك معضلة دولية بأن الخصم هذه المرة هو اليمن اليمن الذي للتو خرج من حرب لمدة أكثر من ست أو سبع سنوات دون أي نتائج تذكر وبالتالي إعادة إنتاج هذه الحرب التي طالما عرضها الغرب يعني الغرب كان يرد طوال فترة الحرب على اليمن بأن هذه الحرب يجب أن تتوقف على الرغم من دعمه في السلاح ومبعات السلاح التي حققت نتائج كبيرة جدا خلال فترات الماضية لكن اليوم باعتقادي أنه كون اليمن طرف في هذا الموضوع قد يسبب أيضا إعادة تفكير في هذا الشأن لكن ربما تكون هناك اتجاهة سياسية خاصة بأن الحوثيون يطرحون طرح واضح بأن هذه السفن ستبقى عرضة للتوقيف وعرضة للاحتجاز طالما أن هناك منع للأدوية والغذاء والوقود بالدخول إلى قطاع غزة وبالتالي هذا من الممكن أن يطرح مقاربة سياسية ما خلال الفترات القادمة خاصة أن هذه الهجمات أو هذه الحوادث التي تتعرض لها السفن في مضيق باب المندب أمامها مطلب سياسي واضح ومحدد وبالتالي من الممكن إيجاد مقاربة للتعامل معه دكتور طارق حمود مدير مركز العودة الفلسطيني كنت مع العربي من لندن شكرا جزيلا لك